تعودنا وقرأنا عبر التاريخ أن الفرسان دائماً هم الذين يخوضون حرباً شريفة ومواجهة تليق بهم وبعناوينهم ولكن الخائفون والخائبون والذين يخشون حتى من الكلمة الحرة الصادقة المؤثرة هم لا ينتمون إلى الإنسانية ولا يحملون شرف المواجهة مع الأحرار مع الكبار فحينما تتحول الكلمة الصادقة إلى قوة تزلزل هؤلاء فلنحتفل أن للكلمة أصبح مكان ولأهلها مكان لذلك هناك أسئلة كثيرة كنا نسألها عبر هذه الظروف الصعبة والمميتة التي مر بها العراق والقدر السيء الذي جعل لهؤلاء القتل مكاناً بيننا وفي كل مرة يستنسخون أنفسهم ولكن في صور خسيسة نتنا عفنا ماذا قال هذا القاتل أمس عندما قتل هذا الرجل أمام أطفاله وعندما عاد إلى الزعيم ليخبره أبشر أنني قد قتلته ماذا قال له وكيف نام ليلة وصور الأطفال والنساء وهي تتباكى على رجل كل الذي كان يملكه أنه كان يقول الحقيقة ويوصف الأمور مثل ما هي على الأرض لذلك هذا المنظر الذي من عام 2003 حتى هذه اللحظة له مغذيات ومغذيات هذا المنظر وهذه الصور البشعة هي لقتله لا ينتمون إلى دين ولا ينتمون لمذهب ولا ينتمون للإنسانية وقد قابل منطق القتل والموت إصرار حقيقي من مفكرين وخبراء وإعلاميين وصحفيين هؤلاء القتل يقولون بالقتل وهؤلاء يزدادون إصرارا على أن الكلمة الحرة والشريفة يجب أن تنظر